اشتركوا في القناة دهما معنف عليه بالعلم مين الطالب فيكم الصح والطالبة الصح اللي يعرف شو لازمين عمل الآن مباشرة شو لازمين عمل يتسكر الفيديو فورا ونسمع كلمات الوحدة السادسة الله يرضى عنكم يا رب ومش غلط نصير نبلش نسمع السادسة والسابعة هلأ حفاظا على التسجيلات لأنه ممكن مثلا نبعث من فترة لفترة على الأقربات فشو بنعمل بنروح نبعث هذول التسجيلات لواحد عنا من أهل البيت بنمون عليه مثلا بنوتة تبعث لأختها الآن واحد من هالشباب يبعث لأخوه يا زماعة الخير ويصير خلص عند فلان مثلا أنه هاي التسجيلات موجودة لما تصير تدخل على فلان معناته التسجيلة أو يا سلام خطرت في بالي هسا فكرة لأ اعمل قروب مثلا انت وأخوك وسميها هاي تسجيلات إنجليزية أو شغلات هامة جدا مثلا والقروب هاي أخوك بالنسبة لحين بعث لهم الرابح لحياة بعينه الله يتحملنا وانتوا بتصيروا تسمعوهم خلص تصير تدخل مثلا تسجيلات فلان والله عند فلان معناته موجود عنده الأشياء اللي بدنا نسمعها سلامة عماركم الله يرضى عنكم يا رب يعني بدنا هيك نجد طرق معينة شوفوا اقتراح بسيط جدا وممكن يحل إشكالية والله العظيم لألا قدام شوي وين بدنا لقيهم والتسجيلات ما في داعي ما في داعي الله يرضى عنكم يسعد مساكم يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين طبعا كل قطعة قاعدة بتنزل الآن الله يرضى عنكم يا رب بنزل بالوحدة السادسة لأنه هاي مواضية الوحدة السادسة مش هيك الله يسعدكم يا رب ويهدي بالكم إن شاء الله يا طلاب للمحترمين هلأ القطعة هاي جدا 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 سهلة نبدأ ببسم الله أول شيء اسمها Space Schools ومرات بيسموها زي ما هو موجود هون Studio Schools الآن المقصود فيها سواء هيك أو هيك اللي هي مدارس الفضاء مدارس الفضاء مدارس الفضاء مدارس الفضاء مدارس الفضاء ولا إني أشطب الكلمة يعني هاي وارجع أكتبها من جديد مدارس الفضاء الآن اسمها يا إما Space Schools يا إما Studio Schools اللي هي مدارس الفضاء مدارس الفضاء طيب الآن طلابي المحترمين عن شو بتحكي هاي بيعرفلنا المدارس هاي هي عبارة عن مدارس ريادية بتتلقى شغلتين من الشركات الخاصة الآن شغلتين من الشركات الخاصة بتتلقى إشي اسمه فوندينج اللي هو التمويل واللي فيكم متذكر كلمة فوندينج من الفصل الأول مرت علينا في قطعة أديب البلوشي إذا متذكرين كان اللي هو التمويل سبونسرينج يعني فوندينج وفيه عندنا شيء ثاني اللي هو سابورت اللي هو الدعم بتتلقى الدعم المالي والدعم المعنوي ولا الدعم اللوجستي ولا الدعم الدعم بشكل عام بتتلقى من مين يا جماعة من الشركات الخاصة إذن هذا تعريف بالإضافة لإيش الله يرضى عنكم يا رب اللي هي الأشياء اللي بتتلقاها من الجمعيات أو من الشركات الخاصة مدارس من اسمها مدارس فضاء مدارس فضاء غريب التسمية شوي هاي المدارس يا طلاب يا محترمين الآن فكرتها الرئيسية قائمة بإنها تخلي الطالب يدرس بطريقة مش اعتيادية كيف يعني متعودين في مدارسنا نصف الثالث رابع للتوجيه بنروح في الصبح طابور صباحي في الآن بعد هيك ثلاث حصص أو أربعة بعدين في فرصة عننا وبعدها نرد نرجع مرة ثانية ناخذ حستين ثلاث نستنى والله يا ربي فلان الأستاذ غايب أو المس غايبة مثلا على أساس أنه والله بدهم يعوضون لنا ياه ولا بدهم يروحون أبكر الآن إذا مطرت الدنيا لو أول نقطة مطر بيصير كل طلاب توجه اللهم مسقنا الغيث أو لا تجعلنا من القانطين على أساس أنه إذا فيه مطر مباشرة الآن فالشغل طبيعي عندنا حصة رياضيات عربية إنجليزية كذا 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 برنامج عادي أجأنا مشرف من التربية هيك لازم نحتاط زيادة الآن أجأنا والله كبسة من التربية مثلا لازم أنه والله ننظف الساحات والنظف الدنيا وما شاء الله وإلى آخرين فهي اللي هي الوضع الطبيعي الله يرضى عنكم يا رب للوضع لليوم الدراسي العادي المدارس هاي بدأت تخلي الطالب يدرس بطريقة غير عادية بطريقة مش كنفنشنل كنفنشنل بطريقة لس كنفنشنل فوم لس كنفنشنل غير اعتيادية من اسمها مدارس الفضاء إذن خلاص الطالب يروح باني إنها هاي مش مدارس ست حصص عندي وعندي إشراف ولجان وتفتيش وإلى آخرين معناها من اسمها يبدأ هذا الشيء الآن هاي اسمها مدارس الفضاء إذن تهتم بجانب معين شو هو الجانب؟ أكيد الفضاء بس بالله عليكم تتوقعوا هالمدارس زي هاي المدارس تشتغل وتهتم بالفضاء وتترك الجوانب الأخرى المهارات العامة مستحيل يعني أقرب لك ياها كثير 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 بعون الله قريبا جدا في جامعات محترمة وتخصصات محترمة يوسي أمين يحكوا أمين لما تدخلوا الجامعات سواء كان الطالب بده طب هندسة صيدلة أو بده إنجليزي محاسبة قانون أو بده معلم صف تربية طفل تربية خاصة شو مكان التخصص؟ في أي كلية لازم ياخذ مواد مشتركة مثلا تربية وطنية لازم ياخذ ثقافة إسلامية لازم ياخذ علوم عسكرية لازم ياخذ عربي واحد إنجليزي واحد أو بيسموا حسب الجامعة إنجليزي اثنين عرب اثنين ففي مواد مشتركة كل طلاب الجامعات لازم ياخذوها هل أنطبق هاي الفكرة على طالب التوجيه؟ طلاب التوجيه كلهم لازم ياخذوا إنجليزي كلهم لازم ياخذوا مثلا مثلا المادة الفلانية اللغة الفلانية كلهم لازم ياخذوا رياضيات بدرجات متفاوتة فالعلوم الأساسية هاي لازم للكل بس طلاب المدارس الفضائية بيهتموا أكثر في جانب الفضاء ناخذها من زاوية ثانية عشان نفهمها كلكم فهم أكثر يا طلاب المحترمين الفرق بين طالب العلمي وطالب الصناعي مثلا الآن طالب الصناعي في عنده مشاغل وفي عنده شغلات لها علاقة في علوم صناعية ورسم هندسي بس طالب العلمي وطالب الصناعي لازم ياخذ رياضيات لازم ياخذوا فيزياء لازم ياخذوا مثلا عربي لازم ياخذوا إنجليزي إذن المهارات الأساسية موجودة بس الآن لما تيجي تحكي طالب صناعي بيتبادر لذهنك مباشرة اللي هي مشاغل صناعية وإلى آخر مشاغل رسم هندسي وما شابه إذن هي هاي الفكرة العلوم الأساسية موجودة للكل بس اللهم نتهتم في جانب معين إذن بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هلأ أول شغلة شو بنا نعملها يا طلابي المحترمين الله يرضى لي عنكم يا رب الآن بنروح يا جماعة الخير على هذا اللي هون الآن هذا اللي هون بنحطه بين قسين الآن هذا ممكن يكون إلو علاقة بالدفنشن اللي هو التعريف فنكتب عليه كلمة ديفاين شو معنى ديفاين يعرف طب غير هيك شو في عنا إخواني لما يجي يحكينا والله يشجع الشباب إنهم يخضعوا لي لس كنفنشنال فورم كذا كذا إذن هذا اللي هو هدف هاي المدارس فبنكتب اللي هي مثلا اللي هي كلمة بيربس الآن كلمة بيربس معناها اللي هي هدف هدف بيجي معناها aim أو goal بس هاي اللي هي الكلمة اللي هي الأساسية كلمة بيربس إذن هون السطرين ونص هذول بيحكونا عن تعريفها بشكل عام وبيحكونا عن اللي هو الهدف من وراء إنشاء هاي المدارس نبدأ ببسم الله يلا معنويات عالية جدا طلاب المؤدبين المحترمين ننطلق إن شاء الله الآن studio schools المدارس مدارس الفضاء are pioneering schools الآن pioneering schools هي مدارس ريادية أو رائدة يعني مدارس تستحدث إش جديد كلمة pioneering مهمة جدا 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 زائد إنجليزي شو يعني زائد إنجليزي؟ يعني لازم نعرف معناها بالعربي إملأ الفراغ ولازم يا طلاب المؤدبين نهتم في كتابتها ومعناها في الإنجليزي الله يرضى عنكم يا رب ويهدي بالكم إن شاء الله شو بعمل؟ لازم خلص الكلمات اللي بتمر علينا إنجليزي إنجليزي بنروع الجدول المختصر بنكون سامعينها إن شاء الله يا رب بلشنا نسمع كويس الكلمات فالله يسعدكم يا رب تهتموا في هاي الكلمات إذن studio schools are pioneering schools هي مدارس ريادية which receive والتي تتلقى which receive والتي تتلقى هل أمين هي which والتي تتلقى؟ اللي هي ال studio schools والتي تتلقى funding as well as support الآن funding معناها اللي هو التمويل بنحط عليها رقم واحد و support اللي هو الدعم this is number two إذن funding is number one funding number two is support اللي هو الدعم ابتتلقاهم from private businesses من الشركات الخاصة private خاصة businesses شركات businesses شركات يلا شو صفة الشركات إنها خاصة؟ إذن هاي الكلمة private هي عبارة عن adjective وهاي اللي هي ناون اسم private businesses okay and which seek to encourage والتي تسعى لتشجيع and which والتي من هي which يا طلاب المؤدبين which اللي هي studio schools مدارس الفضاء which seek to encourage والتي تسعى لتشجيع seek بمعنى aim 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 to أو aim at هلأ فعليا أنا بستخدمها aim at بس بالقطعة هون حاطين كمان شوية حتشوفوها aim to تسعى إلى تسعى إلى encourage تشجيع young people الشباب قصدوا الطلاب الثانوية يعني to undertake يا سلام يا هالكلمة شو مهمة وشو متوقعة على دوركم undertake معناها يخضعوا لي يأخذوا يخضعوا لي undertake undertake مهمة زائد انجليزي أهل الخير أيضا undertake a less conventional form conventional form شكل اعتيادي conventional معناها اعتيادي هاي اعتيادي الآن less conventional form شكل أقل اعتيادي less معناها أقل وشكل الآن شكل أقل اعتيادي nil تعليم secondary education يعني المقصود اللي هو التعليم الايش الثانوي التعليم الثانوي هل أنوا نوتس لاحظوا ملاحظة اللي قرناها هذا تعريف إلها مدارس الفضاء هي مدارس ريادية بتتلقى كذا وكذا وتسعى إلى كذا وكذا إذن تعريفها زائد الهدف منها اللي هي هاي المدارس seek to encourage young people to undertake a less conventional form of secondary education بدأت خلي الطلاب يخضعوا لنوع أقل اعتيادي من التعليم ما بدهم مش نفس الطريقة نفس الطريقة نفس الطريقة بدهم إشي أقل اعتيادي هلأ اللي فيكم متذكر شو معنا كلمة conventional بالفصل الأول ماشاء الله ماشاء الله الآن في كان عنا أنواع الطب كأنهم كأنهم تذكروا هيك رسمة بالبداية حكناها في عنا الـ تذكروا الـ 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 الحديث Conventional معناها إيش كان؟ اعتيادي Non-conventional غير اعتيادي هلأ الconventional اللي هو الاعتيادي كان إليه اسم آخر والnon-conventional إليه اسم آخر الnon-conventional اللي هو الcomplementary الآن الconventional اللي هو المودن اللي هو الحديث الآن الnon-conventional أو الcomplementary كان إليه يا جماعة الخير ثلاثة أشكال يا بي المتذكر كل التفاصيل هاي اللهم صلي على سيدة محمد ما شاء الله ما شاء الله الآن ثلاثة أشكال طبعا أنا بحكي مش بهدف أني والله فلان مذكر فلان بهدف أني نتذكر كلنا الآن كان في شكل اسمه الhomeopathy أتوقع كأنه معناه للطب التجانسي كان في شكل آخر أظن اسمه acupuncture الشي زي هيك اللي هو الوخز بالإبر وكان في نوع آخر اسمه herbal remedy اللي هو التداوي بالأعشاب اللي ذاكرته صورية بيتذكر هيك منظر الدوسية وهيك الآن كانوا أول شكلين ورا بعض والشكل الثالث بعيد عنهم كان سطر 13 وردينا طلعنا الشكل الثالث لفوق على أساسه يكونوا بجن بعض المذكر التفاصيل هاي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طيب إذن هاي اللي هي الجزئية الأولى الله يرضى عنكم يا رب ويهدي بالكم إن شاء ربي عز وجل طلابنا المحترمين هاي الجزئية اللي بتحكي لنا أنه بايش يتخصص الضبط اللي هي المدارس هاي الآن these schools هذه المدارس شو قصده فيها هذه المدارس قصده فيها اللي هي space schools هذه المدارس أو studio schools often غالبا specialize تتخصص specialize بمعنى تتخصص الآن specialize تتخصص in one specific area في one specific area area في مجال مجال قصده فيها يا محترمين field يعني مجال حقل مجال معين in one specific specific محدد في مجال محدد one specific area بالله عليكم إذا نفهم يلا كلكم فهم طبعا الآن في مجال محدد شو قصده أي مجال إنتوا تتوقع مدارس الفضاء تتخصص في مجال محدد أي مجال مية بالمية اللي هو الفضاء إذن نكتب هون اللي هي space المجال المحدد اللي بحكي عنه اللي هو الفضاء اللي هو space يعني الفضاء طيب in one specific area wildest understanding يعني هون wildest هون هون بمعنى وبنفس الوقت wildest بينما أو وبنفس الوقت wildest wildest ترى يا طول الله بنفس wild تعرف كلمة wild اللي معنىها بينما بس الفرق البسيط بينهم إنه wildest is more formal يعني رسمية أكثر من wild بس 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 طب هل الفرق بيهمني أنا كطالب للللللل أبدن لا من قريب ولا من بعيد طيب إذن wildest understanding that فهم understanding that فهم إنه the same broad range broad معناها واسع واسع broad معناها واسع range المدى المدى الواسع of skills and qualifications skills مهارات qualifications مؤهلات مؤهلات should be made يجب أن تكون should be made يجب أن تكون available بمعنى متاحة أو متوفرة to all young people لكل الشباب متاحة أو متوفرة يجب أن تكون متاحة أو متوفرة لكل الشباب والله هون في كم من شغلها هل بإمكاننا أنا وياكم نمشي مباشرة على الفقرة اللي بعد ما خلصنا ترجمتها شو ترجمت إيش طلاب توزيح نبدأ نستفيد يلا يا جماعة الخير ونطول بالشغلة أنا حكيتها بالقطع الماضي وروح أظل أحكيها غالبا الآن بإمكان القطع بدلا ما تأخذ ساعة مثلا ساعة ساعة وربع ساعة لربع بغض النظر تأخذ عشر دقائق ربع الساعة ترجم وكذا وكيف بالله الحياة حلوة ما بنستفيد إشي لا بنعرف نجاوب على أسئلة ولا بنستفيد شغلات من هون ومن هون هاي اللي بدأ الإنجليزي تراكمية يا جماعة الإنجليزي لا يأتي من قطعة واحدة بدأ حل القطعة هاي بدأ من قطعة هاي بدأ شغلات أكون بعرفها بالحفظيات وشغلات أكون أعرفها بالقطعة اللي قبلها وشغلات معاني بالوحدة اللي بعد أو شغلات بالفصل اللي قبلها تراكمية مع بعض عشان تشعر حالك هيك إنك مشبع في الإنجليزي الإنجليزي اللغة بتسطل والله العظيم بس بدها هيك بدها شغل بدها تعب بدها إشي الله يرضى عنكم يا رب ولا ينال العلم براحة البدن يا أخي يلا الله يرضى عنكم يا رب شو الفائدة من أخي وأخي يلا حكولي شو الفائدة احكوا للتحبب للتحبب يلا بسم الله هلا كلمة آفن مرت علينا في المشتقات لما أشوفها بغطي عليها ولا كأنها موجودة إذن هذا اللي هون فاعل إذن قسما بالله العظيم إنه فعل الان انتهى بإيش باي زد إي يا الله اللي فيكم بيرد علي وطلع النهايات لحال وحفظها نهايات الفعل شو هم يا طلاب المؤدبين F Y فائزة إذا متذكرين فائزة الآن فائزة A Ten يعني تأكل I سبوزة الآن هاي إذا متذكرين هاي جماعة الخير هاي اللي هون نهايات إيش هذول نهايات الفعل Specialize إذن فعل طبعا هاي تكتب النفس الكلمة هاي بالS بدل الزيد الفرق إنه الزيد هاي American وهذيك الأس اللي هي British والثنتين at the end of the day they are both English الثنتين English يعني فمش موضوعنا بس إنه فعل الآن إذا تتخصص في جانب محدد اللي هي One Specific Area الآن مجال محدد صفة المجال إنه محدد يلا سريع سريع adjective على كلمة Specific وarea نحط عليها إيش اللي هي ناون Wireless Understanding that the same broad range of skills and qualifications هاي مستطيل محترم عليها من أكثر كلمات الفصل الثاني تكرارا كلمة qualifications مؤهلات should be made available to all young people يجب أن تكون إيش متاحة لكل اللي هما الشباب طيب الآن ممكن خالد تعطيني شو الدوشة هاي كل السطرين وهذول أنا بقول لك شو المدارس هاي تتخصص في جانب معين شو هو الفضاء طيب هل أحملوا المهارات العامة والمؤهلات العامة يعني باقي المواد لا ما أحملوهاش خلص لازم تكون هاي متاحة للكل بس هم ما اهتموا أكثر في اللي هو إيش في الفضاء شكرا عفوا هذا قصده فيها الآن هون عند كلمة skills and qualifications مش غلط تكتبوا أي المواد المشتركة قصده فيها هون اللي هي المواد المشتركة هاي لازم تكون متاحة لكل الشباب بدي أسأل سؤال اللي بيجاوب عليه بسم الله ما شاء الله طيب اللي ما بيجاوب عليه عادي عادي understand هذا الفعل مر علينا الفصل الأول من الأفعال التي لا تقبل الاستمرارية صح صح سبحانه مغير الأحوال آه بجوز عشانه فصل ثاني صار ياخذ آي لأ طبعا ليش طيب هون آي نجي يلا معكم ثاني تفكروا ثاني تفكروا هسا اللي بيبلش لأنه فيه قبل وغايلست اللي بيبلش لأنه فعاليه مستطيل أو مربع لونه أسود اللي فعالي لا أكيد اللي بيطلع الآن غلط بيقول كتاب غلط لا طبعا ليش لأنه ببساطة هون اسم مش فعل الآن هذولا كانوا أفعال لا تقبل الاستمرارية هون اسم عادي ببلش عادي understanding this topic فهم هذا الموضوع is something remarkable شيء مميز understanding بدأت بـ أقسم بالله بتسطر مصدر اسم فعادي جدا الوضع الطبيعي طب أنا ما فهم خليك على موضوع أنه الفعل لا يقبل الاستمرارية كفعل وخالص الآن طلابي هون شوفي عنه جزء جزء الله يرضى عنكم يا رب في مدارس يا جماعة الخير تم افتتاحها مدرسة حديثة جدا هاي المدرسة بتهتم في الطلاب اللي أعمارهم من 14 ل 18 سنة بالله عليك بدسألك سؤال لا تخيل مثلا لا قدر الله في عنا مدرسة فضاء مثلا موجودة في عمان مثلا الآن يا طلاب المؤدبين هل تتوقعوا هل تتوقعوا هل تتوقعوا غصب عنك بدك تروح تسجل فيها لا 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 أكيد لا طيب هل تتوقع أنه في ممكن أحد يجبر أي طالب يروح يسجل فيها لا طيب مين تتوقع الطالب اللي بيسجل فيها الطالب اللي عنده ميول للفضاء سهلة جدا هاي الجزئية الأولى شغلة شغلة عشان نفهم كلكم فهم هلأ وانساج سكول إحدى هذه المدارس أو مثال على هذه المدارس وانساج سكول مثال على هذه المدارس هاز ريسنتلي أوبند فتحت حديثا فتحت حديثا ريسنتلي ريسنتلي يلا نستفيد منها مشتقات الواي ظرف الآن وين موقعه هون بين إيش مساعد ورئيسي طب ما انت حاكي حاكي وين مواقع الظرف بداية ونهاية وكذا وكذا بداية نهاية بينها 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 قبل وبعد أعطوني أهم معلومة عن الظرف اللي فيكم طالب نار بيكون أهم معلومة عن الظرف يعتبر الظرف احكو زيادة أي نحل بناء على عدم وجوده طيب خالد أسأل سؤال سريع طيران بعد إذنك وبعد إذن الطلاب اللي كانوا معك فصل أول طبعا أسأل أخوي كلنا أخوانا احكي يلا الآن سؤالي طب أنا اللي بتحكي فيه هذا أنا مش مرة عليك قبل هالمرة وانت بالبرنامج بالخطة حاط للمشتقات لكوا دامش شوي شو أعمل هسا أنا ما فيها إشي عادي أنت طالب مثلا مشمارة على المشتقات هنحكي كثير مشتقات طيران بعد الحصة هاي أو وقف الحصة هاي وروح أحضر مثلا الفيديو الأول عادي ما فيها إشي ما فيها إشي بالمرة مثلا مثلا يعني الآن أو أنه حط في بالك أنه خلص يعني المشتقات لازم أدرسها من قلبه رب هيك يعني دراسة بطريقة ممتازة حين وصولنا إلىها الله يرضى عنكم يا رب الآن طلاب المحترمين one such school إحدى هاي المدارس تم افتتاحها to educate لتثقف تعلم to educate 14 to 18 year olds الآن هون طلعوا لنا وقفة هون يا جماعة 14 to 18 year olds قصدوا بالأس اللي هون قصدوا 14 to 18 year old قصدوا old students students والله العظيم يا جماعة هيك قصدوا الآن قال لك يا معلم طب ما هي معروفة الطلاب معناها خلينا نشيل هاي اللي هون ونأخذ منها الأس ونلسقها لل la old فصارت olds إذن الأساية اللي هون قصدوا فيها هي اختصار لكلمة students كلها كاملة هيك قصدوا إذن هاي ينتبهولها شوي إذن قصدوا بالأس هون اللي هي students هيك الآن هسا بالرد نناقشها من زاوية ثانية الآن إذن بتعلم الطلاب اللي عمارهم من 14 ل 18 سنة who have والذين who have والذين لديهم who have a special interest اهتمام خاص اهتمام خاص in working في العمل in the space industry اندستري سبيس فضاء اندستري هون مش صناعة الفضاء علم الفضاء علم الفضاء بمعنى علم الفضاء اندستري هون مش صناعة 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 علم أو مجال علم أو مجال الفضاء أوكي طب الآن هون يا جماعة لازم ننتبه هلا هو على مين بتعود؟ بتعود على اللي هما 14 to 18 الآن year olds هلا الاولى انه نكتب 14 to 18 year olds ونحط كلمة اللي هي students الآن طب خالد احكي شغلة صغيرة اؤمره امر طبعا الآن طب اذا هو كاتب هيك ليش انت تعذبنا؟ ياخي ليش العذاب وليش الاذى؟ ليش تحكي لنا هيك الاذى؟ ها في طلاب كانوا يستسموا الامتحانات وقسم بالله العظيم مر ربع كيلو في عنا امتحانة مباشرة البنت ليش الاذى؟ تحكي لنا صحيح حتى ما شغيت له اذى؟ ليه الاذى هذا؟ طب الآن 14 to 18 year olds طب ليش الاذى هذا؟ يلا أنا بحكي لكم ليش الاذى هذا؟ هذا مش اذى يا جماعة الآن موجودة جزئية في الكتاب تحت القطعين ترى ديروا بالكم كذا 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 فبيجيب ليها هضع دائرة ممكن بيحط لهو بتعود على 14 to 18 year old students فالطالب ممكن ما تخطر في باله فبيقول لك لا منو هنجاب ليها هاي الكلمة فيبلش يختار خيارات غير هيك طب السؤال القوي هل تتوقع يا خالد يحط لي مثلا هو بتعود على 14 to 18 year olds 14 to 18 year old students ما اظن طب فلن افترض حط زي هيك 14 to 18 year old students اعتمدوا هذا الجواب اعتمدوا ليش نعتمدوا؟ هو الموجود حكيت في عليه مليحظة صغيرة فندير بالنا ما في دقة لهالدرجة هاي بس يعني ندير بالنا هلا students الطلاب فلو بالله يبدأ اسألكم سؤال هل تتوقعوا مدارس الفضاء بالدرس زي اي مدرسة ثانوية غيرها نفس المواد هلا في مواد مشتركة ما اختلفناش نفس المواد لا الان فينهم برنامج خاص فيهم برنامج خاص فيهم هلا البرنامج الخاص فيهم هذا اهم مادتين بيدرسوها اللي هو اشي يلو علاقة بالفيزياء الفلكية والفضاء اهم شيء بيدرسوه هاي اللي هي الموادتين الرئيسيتين الان students الطلاب فلو يتبعوا a tailor made curriculum الان tailor made curriculum curriculum معناها من هاج من هاج الها علاقة بشغلات بالسيرة الذاتية والاشياء مش وقته الان الان من هاج tailor made معناها مصمم بطريقة محترمة هذا مناسب جدا مصمم بطريقة محترمة tailor made هاي صفة مركبة انتبهوا لها مهمة جدا 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 زائد انجليزي زائد انجليزي انتبهوا لها يا طلاب المحترمين المؤدبين tailor made curriculum اذا الطلاب فلو يتبعوا قصدوا هون study يعني بيدرسوا منهاج خاص الان منهاج مناسب جدا لهم at the school في هاي المدرسة الان including يش مشتملا على including مشتملا على subject مواد such as مثل such as نتذكر بالزمنات اللي حكينا بجراجهم الاسمية مش هيك astronomy and astrophysics المواد اللي هي astronomy اللي هو اشهل علاقة بالفلك الفضاء هذا واحد نحط عليها اللي هي المواد الرئيسية و astrophysics هاي يحطوها في مستطيل اللي هي الفيزياء الفلكية this is number two اذا هذول الشغلتين المادتين الرئيسيتين اذا سألني شو هم المواد الرئيسية فبيكون قصدوا عن هذول يا طلابي الان هسا طرق التدريس بالله عليكم بسألكم سؤال بيجوز تعرفوا الجواب بيجوز لا هلأ طلاب الصناعي طلاب الصناعي هل كل موادهم محاضرات في المدرسة فقط لا غير لا ما بتسمع مثلا اذا بتعرف طالب صناعي او والله يرضى عنك يا رب اذا اخوك ابن عمك صناعي ما بتعرفوا معلومة انه والله اليوم عنده مشغل او خلصوا مشاغل او عنده امتحانات في المشاغل مثلا او بالمختبرات خاصة فيهم فيه معناته فيه مشاريع كمان الان اذا هاي المدارس هاي نظام التدريس وطريقة التدريس هي عبارة عن خليط من محاضرات اعدادها قليلة محاضرات عددها قليل زائد مشاريع طب بالله عليكم سؤال بالمنطق قبل ما نشوف القطعة هل تتوقعوا المشروع اللي في المدارس هاي هل تتوقعوا بيشرف عليه شركة المياه والرأي مثلا شو دخلها هل تتوقعوا شركة والله العلاقة في استيراد مثلا انواع من القطن من الدول الاخرى لا شو علاقة هاي في هاي معناته اكيد الشركات هتكون شركات العلاقة في العلوم في الفضاء في التكنولوجيا لانه الان الفضاء والفلك بدون التكنولوجيا ما ما بيتم 100% فننتبه الله يرضى عنكم يا رب الان هذول السطرين هنكتب عليهم او هسا اللي عليك عليك تكتبوا عليهم يا طلابي المحترمين اللي هي هاي طريقة التدريس اللي هي way بدنا احلل الاشي اللي بيهمنا way of الان طريقة اللي هي learning teaching التعلم التعليم education الان way of teaching الان طريقة التدريس الموجود عندهم اللي هو يعني way قصده system الان system معناها نظام اذا نظام التدريس الموجود عندهم او الان في عنا كلمة method بمعنى اسلوب او طريقة اذا way او system يعني لما يجيب لي الان اعطيني الجملة اللي بتحكي لنا عن the system of education طريقة التعليم فبيكون قصده عن هاي الجملة اللي بين قسين الان الدروس يا طلابي المؤدبين هي عبارة عن a mixture خليط خليط of small class tutorials الان small class tutorials الان كلمة tutorials يا مؤدبين هاي ضروري ننتفهلها الله يغضع عنكم يا رب بمعنى محاضرات دروس محاضرات tutorials معناها دروس اللي هي محاضرات الان small class هلا small class حرفيا معناها صف صغير بس هنا ما نقصده صف صف صغير قصده اللي هو عدد الطلاب بيكون قليل اذا small class tutorials الان عدد طلاب بيكون اللي هو العدد قليل small class tutorials عدد طلاب قليل محاضرات عدد طلابها قليل الان والكلمة حطوها بمستطيل بالله عليكم بالله عليكم او شو نعمل زائد الان english with the projects بمشاريع اذا هي خلطة ما بين محاضرات ومشاريع خليط ما بين محاضرات ومشاريع حالا المشاريع هاي supervised by يشرف عليها من قبل supervised by طبعا ممكن طالب يتساءل طب جملة مبني المجهول ياخي ليش ما فيش قبل افعل بي هاي مألة علاقة والله العظيم مألة علاقة فيها الان اصل الجملة هاي projects that are supervised by هاي اشي عمل فيها reduction اللي هو تقليل تقليل اختصار يعني والله مألة علاقة فيها بس ممكن طالب فيكم يسأل الان project supervised by يشرف عليها من قبل leading companies leading قيادية من lead يقود قيادية الان leading companies companies شركات قيادية leading companies شركات قيادية in both في كليهما in both the space and technology industries industries حكينا علوم او مجالات مجالات التكنولوجيا والspace اللي هو ايش اللي هو الفضاء space اللي هو الفضاء خالد سؤال طبعا وامر وامر شو سطر ونص بدي منهم هذول هذول السؤال ممكن يجيب لي اقتبس الجملة اللي تحكينا عن the system of education or the system of teaching اللي هو المدارس هاي اللي يالسسوديو سكولز او ال space schools فانتبهوا يا طلاب يا مؤدبين الله يرضى عنكم يا رب بلس لازم كمان نعرف اللي هي the meaning of tutorials and its meaning in Arabic ومعناها بالعربي and the way of writing it وطريقة كتابتها وسلامتكم اوكي الان يا طلاب يا مؤدبين هلا في جزئية هون عنا الله يرضى عنكم بالله بالله عليكم اسأل سؤال تفضل يا خالد يزيد ربي فضلكم شكرا الان مدارس زي هاي المدارس هل تتوقع اي واحد زي حكاية والله تعال روح درس بلون درس مش لا تخصصي ولا بعرف فيه اذا بدهم يجيبوا هذول ناس بيكونوا رائدين متميزين رياديين مهندسين او اللي هما بدهم يكونوا علماء ما بيجيبوا اي واحد هذا الان تعال والله درس لكن لا مدارس هاي يعني بتتلقى دعم بطريقة خرافية معناته لازم يكون المنتج عن جد اشي عالي جدا الان السؤال بيطرح نفسه بالمنطق مش بالانجليزي هل تتوقع عالم متميز وحتى هون ما حكى علماء علماء متميزين يعني حتى مش اي عالم وما حكى مهندسين مهندسين متميزين هل تتوقع عالم متميز ومهندس متميز يجي ضيع وقته بس شغل صواليف وقعده هذا اه الله جيبوا لنا جهوة وجيبوا للمهندس والله فطور وهذا لا والله فيه المطعم اللي هون بعمل حمصات على كيفك والله والطلاب قاعدين باستنوا هذول او لا والله هاي فيه الاستاذ فلان والله عندهم الخزانة فيه حاطة اللي وجايب زيت زيتوت جايبون من المحافظات لا يا اهل الخير مشان الله لا اكيد لا الان هذا عالم كل تكة بالثانية هاي بحسبها هاي علماء يا جماعة الخير كانوا اهليهم يحكولوا مشان الله نام وكان بحكولوا مضيع وقتنا بالنوم هذا مش جاي يسولف هذا جاي يشتغل وينتج معناها طبيعي جدا العالم في هذا التوقيت ضروري يا طلاب المؤدبين هيكون جاي على طلاب ناس بدها تدرس الان مثلا اخوكم خالد الان بش رح هذا الشرح وانتو بتستاهلوا اكثر من هي بش رح هذا الشرح لاني عارف انه الطالب اللي قدامنا ما بدوش جيب مية من متين مية من متين ولا ما بشرح نصه هذا طبعا وقتها رح اترك التدريس ثاني يوم اكيد او بنفس اليوم الان على ناس هدفهم وطموحهم عالي جدا فعشان هيك الله يرضى عنكم يا رب المفروض انه جاي على طالب طالب همه يعني عنده همه مش عادية انه يحصل على علامات عالية مقترنة باشياء تفتح له افاق اكيد لاحقا فهاي اللي هي جزئية طب الطالب اجتهدوا اموره تمام ما شاء الله الف وضعه ما شاء الله شو بيسوي الان لقدام شوي بقعد يختار اللي بدو اياه مثلا 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 الان طلابي هلأ تجد مثلا تخصص الفلاني بالتوجيه عشان ما حد يزعل مني مثلا الان بيقدر يطلع له في الجامعات ميت تخصص يختارهم مثلا الان طالب في التوجيه تخصصه كذا ما بطلع لهش المية هذول بطلع له خمسين منهم طالب اخر بطلع له عشرين او ثلاثين تخصص مثلا من هذول معنى هذا الكلام هذا الطالب اللي دارس في هاي المدارس المفروض انه خياراته بتكون مالها اللي هي اوسع واشمل بامكانه يختار الجامعات اللي بدو اياها التخصصات اللي بدو اياها لانه صار يعرف زيه زي باقي الطلاب ويعرف هذا من جهة ومن جهة اخرى يعرف اكثر من باقي الطلاب انه اخذ مواد الها علاقة في الفضاء الله يرضالي عنكم يا رب احنا اتفقنا من الحصة الماضية انه ما في داعي ندرس على الفضاء ولا نعرفه لو نزلنا الفضاء الحمد لله بالاغنية اللي هي يما الامر على الباب فما في داعي اصلا لا نطلع على الفضاء هذول هبل اللي بطلعوا هذول الآن ويعني بالنسبة لنا هذول فهم محدود شوي اللي بطلعوا على القمر والاشياء هاي لا اكيد لا يا جماعة لا لا احنا باشي احنا احنا بها هسا هاي نروح شغل التلفزيون هسا وروح نروح ندور على الاغنية هيا سبتنزلك مباشرة سبتنزل القمر الثانية بعدين على مدار الساعة هاي ممكن تنزلها الآن يا طلاب المؤدبين prominent scientists اللي هم العلماء المتميزين prominent يا سلام كلمة محزة ايك prominent متميزين شو في كلمة بمعنى متميزين اكتبوها لحال على اليسار على وين بأي مكان outstanding outstanding معناها اللي هي ايش هاي معناها متميز يلا يا طلاب المؤدبين يلا الآن prominent scientists العلماء المتميزين and engineers engineers اللي هو بمعنى المهندسين engineers معناها المهندسين يعني قصده هون العلماء المتميزين والمهندسين المتميزين are brought in sorry are brought in يتم احضارهم او جلبهم are brought in يتم احضارهم او جلبهم as guest lectures كمحاضرين ضيوف guest lectures محاضرين ضيوف ايش مرت علينا زمان guest اشي يما اللي متذكرها بيكون ذكرته صح ليش لانه هذا مر عليك اول 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 وحدة يا زمانة الخير guest احكو speakers اللي هم ضيوف المتحدثين اظن اشي زي المهم guest lectures محاضرين ضيوف مش ضيوف جايين يسؤل لا لا محاضرين ضيوف الآن with students طلاب aiming to يهدفون الى بالله عليكم هاي مذكرين للي قبل شوي شو كانت الكلمة seeking اكتبوا علي الله الآن seeking to يهدفون الى achieve انجاز او تحقيق top grades علامات عالية in the maths and science exams بامتحانات الرياضيات والعلوم امتحاناتهم الرياضيات امتحانات مين اللي هما الطلاب students الطلاب هلأ students لحالها صح لانها معروفة اللي هي students when at studio schools ما في داعي نكتب له خلص students لحالها as far enough كافية الآن هون مش غلط انه نكتب على هاي رقمها واحد وهاي رقمها اثنين بس سؤالهم واضح مين هما who are brought من الذين يتم جلبهم as guest lectures مين اللي بيتم جلبهم كمحاضرين اللي هما prominent scientists and engineers طب اذا بدى ارقمهم اكتب له prominent scientists and the prominent engineers هذا جائز ما بدي عادي صح مية بالمية is understood مفهومة يعني الآن والطلاب قلنا هدفهم انهم يجيبوا كذا وكذا اوكي في امتحاناتهم الرياضيات والعلوم تمام الآن يتم جلبهم مش هما بيجو هيك كبت بلا يعني يتم جلبهم يتم استدعاءهم اذا هاي اللي هون ابدا مش اشي غلط نكتب عليها pv passive voice مبني المجهول فصل اول لازم نظل نتذكروا هذا يا جماعة نظل نتذكروا الآن عندما يغادروا المدرسة they will be well placed ستكون لهم مكانة خاصة بمعنى مكانة خاصة حيكون لهم حيكونوا well placed لهم مكانة خاصة to take بمعنى ليمارسوا take يمارسوا any number of different career paths شو ما بدهم من ال different career paths اللي هي مسارات المهن مسارات المهن بالله سألتكم بالله لعني تقريبها اكثر كمان شوي الآن طالب مخلص الآن baccalorius الآن جايب معدل ثلاثة وتسعة من أربعة امتياز ما شاء الله امتياز ومرتبة عالية طالب ثاني بالمناتعة جايب اثنين من أربعة الآن اثنين متخارجين واثنين راح يتاخذين لهم ما ذول طاقم اكزاز وبرويز مش عارف شو اللي تسوالف هاي الآن وممكن حتى يعني كمان شو اسموا العصير هذا عصير راني ولا تاع الحلويات ما معروف الهدية شوي الآن هذول يا جماعة الخير هذول هل بالوظيفة نفس الشي حطبعا هسا جزء فيكم ما هيك حسب الواسطة بدنا نكون منصفين شوي حطوا الواسطة على الزهاب ايه ما في واسطة حطها على الزهاب الآن الله يرضى عنكم هل الوضع الطبيعي هيكون خياراتهم في الوظائف نفس الشي لا طبعا أكيد لا واذا حكيت آه مصيبة هاي بس الحمد لله مش قدامي عشان اتنكس قدامك خلاص لا لا يعني لا خالد حكها لا معناها لا شكرا اذا هون بيكون لهم خيارات مختلفة في المهن لأنهم هذول جباعي اشتغلوا واشتهدوا ويلة آخرين شو رأيكم بهالاقتراح موافقين موافقين تمام الآن اقتراح اننا نتذكر كلمة ون بالفصل الاول هلها كلمة ون يا طلاب يا مؤدبين الآن حكينا هي مرتبطة في اذهان الطلاب اللي يحميكم رب ان شاء الله دائما هنا ماضي 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 لا لا انا ماني هون لا لا مرات بتكون اللي هي مضارع ومستقبل الآن وين وفي جملة عليها اذا بترجعوا للوحدة الاولى في درس الفوتشر مع ويل ومع بيكونكتو حتجدوها هاي الآن ويل مضارع بسيط حيكون مستقبل يعني بمنطق انه مثلا لما انا اشوفك رح احكي لك شغلة معينة الآن هاي مضارع مستقبل مش ماضي اذا هون وين ذي ليف سكول اذا بالروح هون نكتب عليها اس في ون الآن ونحط تحت هاي اللي هون اللي هون اس بلاس ويل بعدين اللي هي بي ون او يا في ون بي ون عشان ها بي الآن اذا هاي اللي هي شغلة المفروض انها يا رب يا رب يا رب يا رب اننا منذكرين اشياء زي هيك الآن وين ذي ليف سكول لما يغادروا المدرسة حيكون الو مكانة كويسة تو تيك اني number of different career paths مسارات المهن they don't have to become ليس بالضرورة ان يصبحوا روات فضاء يا أهل الخير مش بالضرورة ليس بالضرورة ان يصبحوا روات فضاء هلأ طالب الصناعي داخل حاط في باله وبدأ دخل صناعي عشان أدرس هندسة بسألتكم بالله هل غصبط عنه بدي يدرس هندسة مش بالضرورة بجوز يخلص توجيب يقول لك الهندسة كل ما بدي يها مثلا الآن طالب العلمي داخل حاط في باله وبدأ يدرس طب الآن بعد التوجيه بيقول لك أنا الطب كل ما بدي يها مثلا إذن الفكرة يا طلاب يا مؤدبين حيكون لهم خيارات بسهم مش بالضرورة يطلعوا روات فضاء يعني انت والله رحت اخترت المدرسة هاي عقابا إلك يا رائد فضاء يا حنطخك لا طبعا أكيد لا إذن الله يرضى عنكم يهدي بالكم إذن مش بالضرورة يصيروا روات فضاء يا خي ما بعرف شو قصة الفصل الأول اليوم يلا don't have to don't have to بالوحدة الأولى إيش مر علينا إشي اللي هو not يلا حكو not necessary ليس بالضرورة الآن كنا نحولها لإيش هاي لdon't have to يلا حطوا عليها الله يرضى لي عنكم يا رب إذن ليس بالضرورة يصيروا روات فضاء مين اللي حكى العبارة هاي says قالها أو يقول a spokesperson ناطق رسمي باسم المدرسة ناطق رسمي باسم المدرسة هو اللي حكى المعلومة هاي ناطق رسمي باسم المدرسة طيب الآن excellent grades حلا من هون بعد إذنكم بنحط اللي هو يلا هيك افتح حقوص الآن excellent grades العلامات الممتازة excellent ممتازة excellent ممتاز العلامات الممتازة in science and technology subjects في subjects اللي هي في مواد تكنولوجيا والعلوم can open many doors تفتح العديد من الآفاق doors تفتح الأبواب قصده فيها تفتح الآفاق يعني اللي هي spheres العديد من الآفاق and lead to a variety وتؤدي إلى تنوع lead to a variety وتؤدي إلى تنوع أو وفرة يعني of career opportunities من فرص العمل اللي هي job prospects المصلح اللي حكيته حيمر معنا لقدام لا تدوشوا حالكم فيه الآن شو بنعمل هسا الله يرضى عنكم يا رب يلا سكروا هذا اللي هون سكرنا سكرنا الآن هسا هذا كلام طبعا زي ما أنتم لاحظين بما وجود اللي هي العلامات الاقتباس معنا هذا الكلام من اللي حكى الجملة هاي اللي فوق والجملة هاي حكاها اللي والناطق الرسمي حكى الجملة الأولى بعدين الرد حكى الجملة الثانية الآن هذا إيش لما أجي أحكي لكم العلامات الممتازة في اللي هو العلوم والتكنولوجيا حتفتح العديد من الآفاق وتؤدي إلى تنوع في فرص العمل شو هذا يا جماعة الخير هذول اللي هما نتائج اللي هما impacts أو results أو consequences مرة علينا دوسية الحفظيات هاي مش هيك هذول نتائج نتائج إتقان المواد بالله عليكم بالله عليكم كلمة إتقان من أروع الكلمات في الإنجليزية على الإطلاق I love it very much الكلمة جدا بتجنن اللي هي to master something master معناها يتقن يتقن أي مهنة أي شغلة أي لغة أي شيء master معناها يتقن إذن هون اللي هي impacts of mastering اللي هي نتائج أي شيء يا طلابي اللي هي إتقان اللي هي المواد هاي اللي هي science and technology الآن science and technology الآن هاي إذن لو سألني شو هما النتائج أعطيني الجملة حكتب له الجملة اللي بين قسين طب أعطيني بس النتيجتين مثلا بإمكان يكتب الجملة اللي بين قسين حرفيا أو بجاوب للمباشرة opening many doors and leading to a variety of career opportunities إذن opening many doors إذا بدي إشي زي هيك بإمكاني I can يعني الآن and leading to a variety of career opportunities طيب الآن بالله عليكم بس أحكي شغلة صغيرة الله يرضالي عنكم يا رب الآن can open many doors and lead to a variety الآن سؤال هيك سؤال يعني مش إنو برهاني خارج يلال أكيد لا ياخي lead to هون ليش verb وان lead to شو السبب يلا لأنها معطوفة على open طيب ليش open preceded by can إذن معطوفة تفتح العديد من الآفاق وتقود إلى تفتح وتقود إذن معطوفات على بعض هيك إنجليزي هيك نشتغل من هنا ومن هنا ومن هنا الله يرضالي عنكم يا رب طيب الآن يا طلاب المؤدمين هيك بتقول اللي هي انتهت الله يرضالي عنكم يا رب اللي هي هاي القطيعة اللي هي space schools شو المفروض نعمل الله يهديكم يرضالي عنكم يا رب الآن كمان ننوقف في الفيديو تروح تريحي لكم شوي الله يسعدكم يا رب وترجعوا تسمعوا الكلمات شو ما سمعتهم والله هتستفيدوا تردوا عليه بس ما حتندموا حتشعر إنه عندك حصيلة كبيرة الكلمة تكرار الكلمة عليك والله العظيم تفرق يا جماعة الخير وعشان نشتغل في الأسفل مع بعض يعطيكم الصحة والعافية أن أنفضوا النوم وهبوا للعلافة العلمان وقف على مين على من لم ينم مساء الخير يا أهل الخير اشتركوا في القناة